لابورتا يفجرها ويعلن التحدي ضد اكبر اندية اوروبا في عام الفان وثلاثة وعشرون تطورات مفاجئة فينيسيوس ينفجر غضبا ضد العنصرية واتيباس يرد على الشكوى تشافي يعاقب لعب برشلون بعد التعود لامام اسبانيول في الدور الاسباني لاليغا موعد وصول رونالدو الى السعودية لاتمام انتقاله للنصر وحفل كبير منتظر خطوة واحدة تفصل بابي عن ريال مادريد تطور مثير بعد بداية الميركاتو الشتوي ريال مادريد مهدد بخسارة سبع نجوم مجانة ابو تريكا يهاجم قرار انتقال رونالدو للنصر ويغريه بوظيفة الاحلام اهلا بكم متابعين وكل عام وانتم بالف خير في عرب جول اخبار لا تنسوا الاشتراك السبسكرايب في القناة وتفعيل زر الجرس والان الى تفاصيل النشرة كشفت صحيفة سبورت الاسباني النقاب عن قائمة من التحديات بلغ عدتها الثلاثة وعشرون تنتظر نادي برشلونة ولتحقيقها في العام الجديد الفاني وثلاثة وعشرون وعلى رأس هذه التحديات الفوز بلقب الدور الاسباني الذي يتصدر البرس فيه جدول ترتيبه بفارق الاهداف فقط عن الغريم ريال مادريد وعن باقي التحديات ذكرت سالصحيفة الكتالونية ان برشلونة ينتظر ان يجد المدربة شوفيوس لبلايب موحد للفريق الاول بعودة البرس ليكون الفريق مرجعيا في القارة العجوز مع ضرورة الحصول على جناحين مميزيزين في الخط الهجومي رفقة رأس الحربة روبرت ليفاندوسكي ويتطلع برشلونة لحسم مستقبل سيرجيو بوسكاتس مع الفريق سواء بالاستمرار او بالخروج مع ضرورة وضع النقاط على الحروف بخصوص ادارة الابقار المقدسة في النادي واستعادة افضل مستويات النجم الشاب عن سوفاتي ويمني البرس النفس ان ينجح الفريق في عادة الليالي الساحرة في الكامبنو من جديد بوجود الجمهوري في 23 و 2000 كما ان النادي يرغب في وضع النقاط على الحروف بخصوص مشروع دور السوبرليغة الاوروبي الجديد مع العلم ان الرئيس لابورتا متفائل بخصوص الامر وينتظر برشلون عدة نجمه فريق السيدات بالنادي اليكسيا من الاصابة التي حرمتها من اللعب في الفترة الماضية مع احراز تقدم واضح في مشروع اسباي برسا فضلا عن الانتقال للعيب في مونتو جويك بدلا من الكامبنو مع القيام بخطة جديدة من اجل القواعد المالية النظيفة ويحلم النادي الكتالوني بنجاح فريق كرة السلة بالنادي بالفوز ببطولة اوروبا بعد غياب طويل عن خزائن النادي مع نيل فريق كرة اليد لقب دور ابطال اوروبا للمرة الثالثة على التوالي ومع ايجاد حل لخروج فريق الصالات فوتسال من دور ابطال اوروبا بطريقة مفاجئة في كل موسم واستمرارا للتحديات في الرياضات الاخرى يتطلع البرسا لاستعادة عرش النادي في الهوكي اوروبيا اشتكى البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مادريد من تعرضه للعنصرية من الملاعب الاسبانية في خلال منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي والانستجرام مساء السبت وكان فينيسيوس قد عانى من هتفات عنصرية في الرمق الاخير من مباراة الريال وبلد الوليد بعد صحبه مدربه كارلو عنشيلوتي من الميدان ودفع بالكروات لوكا مودريتش بدلا منه وقال فينيسيوس مهاجما رابطة الدور الاسباني العنصرية لا تزال موجودة في الملاعب حتى في اكبر نادي في العالم والليغة تواصل التجاهل عدم فعل اي شيء وعن نفسي سواصل رفع راسي عاليا وساحتفل بطريقتي وبانتسارات الريال في النهاية هو خطأ وانضم النمساوي ديفيد ألبا مدافع الريال فينيسيوس في حربه ضد العنصرية وبقوله عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر طفح الكيل يجب فعل المزيد لوقف هذه الامور سنظل فخورين بموروثياتنا ورد خفير تيباس رئيس رابطة الليغة على شكوى فينيسيوس بقوله نحارب العنصرية لسنوات في الليغة ولكن لسوء الحظ ان الامر لم ينتهي بعد ومن غير العدل ان يقال ان الليغة لا تفعل اي شيء لوقف العنصرية في الملعب هذا امر غير صحيح وليس عادلا بالمرة عليكم بالحصول على معلومات اكثر دقة كشفت تقارير صحفية اليوم لاحد عن الطريقة التي يعاقب بها تشوفير نانداز المدير الفني لبرشلونة اللعبين ذلك بعدما سقد في التعادل الليجابي امام اسبانيول بالدوري وسيطر التعادل الليجابي بهدف مقابل هدف مباراة برشلونة ضد اسبانيول والتي اقيم تمسى السبت على ملعب الكامبنو ذمن منافسات الجولة الخامس عشر من الدور الاسباني واكدت صحيفة الاعاسة الاسبانية اليوم ان تشوفي قرر معاقبة لعيبيه ذلك بعد التعادل امام اسبانيول بخوض تدريبات جماعية مساء اليوم وشرت الصحيفة في تقريرها الى انه في حالة الفوز امام اسبانيول كان يحصل الفريق على راحة سلبية من اجل الاحتفال مع اسرهم باول ايام العام الجديد ووضح التقرير ان تشوفي يعتمد دائما مع لعب الفريق على وضع التحديات او الجوائز لهم قبل المباريات اذا تم تحقيق الاهداف كشف بد الرافع مراسل شبكة اساسي موعد وصول الدول البرتغالي كريستيانو رونالدو المنظم حديثا والمنطق الى صفوف النصر السعودي الى المملكة العربية السعودية لاتمام انتقاله العالمي وكان النصر قد اعلن اول امسا الجمعة التعاقدة مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد وبعقد مدته عامين ونصف حتى ثلاثون يونيو الفان وخمسة وعشرون مقابل مئتان مليون يورو في الموسم الواحد ووضح رافع بعد مباراة النصر والخليج النار رونالدو سيصل الى الرياض مسالحا رفقة موسيلي الى المعمر رئيس العالمي وسيرتدي رونالدو القميص رقم سبعة مع النصر والذي كان يرتديه الاوزباكي جلال الدين ماشار فيوف حيث سيرتدي بعد وصول كريستيانو القميص رقم سبعة وسبعون وكان النصر السعودي قد فاز الخميص على الخليج بهدف نظيف الجولة الحادي عشر من دوري روشين السعودي بهدف جاء عبر الكاميروني فينيستس ابو بكر يذكر ان النصر يتصدر ترتيب دوري روشين برصيد ستة وعشرون نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الشباب والذي يمتلك خمسة وعشرون نقطة يستمر الحديث حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان بابي لعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس انجرما خاصة بعد فتح باب الميركاتو الشتوي وتألق انبابي بشكل مرعب في كاس العالم قطر حيث احرز لقب هدف البطولة برصيد ثماني اهداف بعدما سجل ثلاثية في المباراة النهائية ضد الارجنتين وكان كيليان قد ابدا في وقت سابق قبل المونديال الرغبة في مغادرة بي اس جي في شهر يناير القادم وعلنت باريس انجرما في نهاية الموسم تجديد التعاقد مع كيليان لمدة ثلاث مواسم ولصيف العام الفان واثنان وعشرون وفقا للصحف الاسباني توماس جونزاليس مارتين فان قضية بابي واضحة للغاية لن يأتي الى الريال الا اذا قام بالضغط على باريس وقال انه يريد الذهاب ثم سيوافق الريال على التفاوض واذا وقع مع مدريد سيصل صيف ثلاثة وعشرون والفين او صيف اربعة وعشرون والفين كل ذلك بالاتفاق مع النادي الفرنسي واكد الصحف الاسباني النافلورنتينو باريس لن يحرك رقاقه اخرى بسبب السلوك الكارثي والذي فعله في الصيف الماضي ريال مدريد ليس قلقا على الاطلاق حتى لو خسر اللاعب الى الابت ووضح مارتين انه سيعثر الريال على البدائل دايما واندريك واحدا من المواهب المنتظرة في كرة القدم وجه تجديد باريسانجرما لتعاقده مع كيليان بابي بعد منافسة قوية مع ريال مدريد والذي حاول مع اقتراب نهاية عقد كيليان حسب صفقة التعاقد معه وتسبب اعلان البي اس جي لتجديد تعاقده مع كيليان في حالة صدمة كبرى لجميع جماهير الريال حول العالم خاصة انه بمثابة الصفقة المتوقعة بدأ بالفعل سوق الانتقالات الشتوية في بعض الدوريات الكبرى كالانجليزية والالمانية والفرنسي بينما سيفتح الاسباني والايطالي بشكل رسمي صباح الغد الاثنين وتستعد لانديا لابرام تعاقدات جديدة لتقوية فريقها والسعي لتحقيق اهدافه وينتهي سوق الانتقالات في اوروبا نهاية شهر يناير الجاري الفان وثلاثة وعشرون ودخل سبعة نجوم من نادي ريال مدريد الاسباني الفترة الحرة بعد بداية سوق الميركاتو ويحق لهم الانتقال مجانا الى اي فريق على ان يتم الانتقال رسميا في الصيف المقبل وتعد الاسماء كالتالي النجم الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس والاسطورة الفرنسية كريم بنزيما والاسباني ماركو اسنسيو وداني سيبايوس وناتشو رودريغاز وماريانو دياس واكد الاطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني للملكي وفي وقت سابق ان المادريدي لن يتعقد مع لعبين جدد خلال سوق الانتقالات وفي الوقت ذاته اوضح انشيلوتي ان الريال لن يستغني عن اي لعيب خلال فترة الميركاتو الا في حال وصول عرض مميز وجه المصري محمد بوتريكا نجم منتخب الفراعين والاهل القاهر سابقا اتزيحة خاصة للبرتغال كريستيانو رونالدو بعد انضمامه الى النصر السعودي وعلن النصر عن ضم رونالدو بالامس في اضخم صفقة في تاريخ المملكة حيث سيحصل الدون على مئتان مليون يورو لموسمين ونصف واكد بوتريكا خلال تعليقه على انتقال رونالدو للنصر السعودي الى انه لم يكن بحاجة لتلك الخطوة وانه كان يجب ان لا يبحث عن استعادة رونقي كالعب واكد بوتريكا تاريخ رونالدو كبير وناصع لا يعيبه الخروج من كاس العالم الاخير ولم يكن يجب ان ينتقل الى النصر او اي نادي كان يجب له الاعتزال ووصل اكان على رونالدو الاعتزال وتولي تدريب المنتخب البرتغالي كادت لتكون الخطوة الافضل لكريستيانو اشتركوا في القناة